نروح للكاميرون لأن الكورة المصرية النهاردة أحرزت انتصار 1-0 على فريق الكاميرون القطن الكاميروني تعرفين الكاميرون يعني دولة أفريقية متطورة قوي في الكورة والأهلي في كاس الكونفيدرالية تمكن من الفوز على فريق القطن بطل الكاميرون على أرضه وما بين جمهوره ومعايا دلوقتي على الهاتف منين من جروة المدينة اللي أجريت فيها المباراة الناقض الرياضي الأستاذ الإسلام صادق قل لي الأجواء يا إسلام وإيه معناها فوز الأهلي مساء الخير بساء الخير أستاذ معتز براحب بيك وبرحب كل مشاهدي أهلا وسهلا يعني الأجواء طبعا هو حالة من القطن الكاميراتين نحن جهاز الفني واللاعبين للقطن نادي للقطن واللي نهائي جزورات الكونفيدرالية أهلا بعد طبعا الفوز على الأوبنا الكاميرون وأحصص بعد أحسن فتجله وليد الإيمان لم تزديده من خارج منطرحك للجزاء ورغم الفوز ورغم السكرة الأهلي من التأهل لي آهلا نهائي بكل تلكمفيدرالية ولكن شهدت الضقائق الأخيرة انفعال جريده المدير الفني غير راضي عن الأداء خصوصاً في الضقائق الأخيرة وألقى بيه زجاجة النياه بعيداً قبل إطلاق الحكم لصفرة النهاية ولم يهن النعين ولم يتحدث معاً جهاز المعاون وتوجه مباشرة وإيه اللي كان مزعله إسلامي؟ يعني إيه الأداء اللي كان مزعله؟ أعتراضاً على دون الأداء أو عدم تنفيذ تعليماته خلال الفترة اللي كان بيهاجم فيها الأطنى الكاميروني الناجي الأهلي من أجل الإحراض هدف السعادل قبل نهاية المباراة هل الناجي الأهلي اللعيبة دلوقتي توجه؟ أكد المرائد الجزائري رشيد أن هناك عقوبات تنتظر الناجي الأهلي بشعال جماهير والشماليخ خمس مرات خلال المباراة وقام بتزميل الوقع من خلال تليفونه الخاص وقال إنه كمان دوت هيكتبوا فيه التأرير الخاص دي اللي هيتسلموا للمسحاد الأفريقي وبالتاني إنه للأهلي ممكن يواجه عقوبات خلال الفترة اللي جاية أنا ما حدش عارف هل ستكون عقوبات خلالية أم عقوبة بحرمان الجماهير من حضور المباراة الفريق فين يا إسلام دلوقتي؟ راجع الفريق على الطيارة الخاصة النهاردة؟ إحنا حاليا إحنا فيه المطار فيه مطار جاروة متوجهين بيه يعني إحنا هكدوا سيارة سيارة هستطلة ساعة ستعة بإذن الله ثمانية ومصف مفاهم بإذن الله طيب ربنا معاك وترجعوا بالسلامة شكرا على هذه المعلومات الناقض الرياضي إسلام صادق متحدثا من الكاميرون حيث مباراة الأهلي والأطن الكاميروني بطل الكاميرون اللي فاز فيها النادي الأهلي بواحد صفر على الأطن الكاميروني في أرضه وما بين جمهوره ربنا يستر بس ومتبقاش العقوبات يعني مش نقصين مزيد من العقوبات والتضييق على كرة القدم المصرية